السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط نشوف لعبة جميلة اسمها سيتي سيكس بايل عين تدى تختار الماب بتاعتك انت عايز المادية بتاعتك بمجودة فين طبعا الناس كلها تحب تصنون جنب المية زي ما احنا مثلا في مصر اغلب الناس زاكنة على الجانبية النيل كلها الاولى ما تلاها حد في الصحراء الغربية او الصحراء الشرقية طبعا اقوله ستارت هيمدأ يحمل لي اللابا دي اللابا دي تزاعد وانت بتبني وماشي في حالك وتلاقي مطرة جات وراح تبغيرها لك المكان تلاقي المطرة اللي حصلت لنا من كم يوم وطلع هاشتاج بلنا بتغرق او مصر بتغرق او 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 طبعا الواحد بتعلم حاجزة كده يعني بفكرني بما دست المشاغبين لما الرجل ابن النظر الكمبرافر قاعد فعدي يقول ايه ايه دواء حراء وحاجاز كده ايه دي بلدنا في الوقت الاخر واكيد بنحزة ان نزاد ان في ناس ماتت في المشكلة دي بس لا يفكر كلها ايه المطرة ايه على تيرة المطرة اللي موجود طيب حقا ايه او مدع اقول له ابن الهنه بس بس امنا متذكر ان ابن خالدون كان بيقول LO ليد الناس في قلب المشاكل بيبدأ ويهزروا وايبكهو منها اعرف ان هم جابوا آخرهم يعني او ان هم آآ بش انهم فرحنن أو كده فالناس الان الورد تبقى افضل يعني وفي بعض الناس عمال يحط صور ان المحافظ مثلا نازل بيديه هو في سلك المجاري طيب هو مش دور ان هو يسلك المجاري هو دور ان هو يوجد حلول ان المورده ما عصاش تلي طب مثلا ان عمر بن الخطاب كان كسه مشهوره يعني نازل و تاعد الناس و اللي هو سك موضوع اللبن نازل فلا حد بيعير فقال لها تتعاكي ليه قالت ده على اساس ان عمر بن حاطت فلوس اللي تفتن فانا بخطي من الاولاد عشان نبدأ ناخد الفلوس ديت فالكسه ان هو شال الامح و رحى بيه للناس وكده لا القصه لها تكملها ان هو الثاني يوم رح مغير القوانين و قال اي حد يتورد ليه فلوس القصه الناس بتحكيها مبطورة بس يالها تكملها تمام؟ فهو دوره ماشي عمع للحاجهة كده يشكر انه وصل لك المجاري بس هو شدوره دوره الاساسي ان هو يوجد حلول ان حيث ان تطررش ان الامطار دي بتحصل كل سنة و تقول لي مثلا انت بدول مثلا زي بطر او مرات و حاجات تلك طيب دعونا نشوف القاهرة القاهرة عشان تبعى عارف دي فيها الاشياء تلك جاهزة فيها الاساسيات فيها الاساسيات لشبكة موجودة تمام؟ الشبكة موجودة انما في قطر لا مش موجودة الشبكة انبس تبعى عارفة البنية التحتية في قطر عصمان حصبان جي و قال لا في الدوحة او كلمة الدوحة انما في مدن مثلا اتعامل جديد لوصير مثلا لا معمول فيها ساعدت حاجات زي كده اني تقدم بميكة انه يجب ان يكون قطر المياه في مصر هناك شبكة كبيرة جدا وليس تصرف عليها حاجات زي كده موجودة جاهزة انه هنا بابدد اوصل لهم الطاقة هوط منهم يحتاجون مياه فابدد اوصل لهم مياه فاوصل لهم مياه اه انا اتعامل المياه اتعاملين اتعامل الانهياء ايشو حاجاتكم كيف يشو حاجاتكم ايه مفروض ان ايها وصلها لها بس خلينا ايه نعملها بارد وشبه الصرف سنبقى المياه هنا انا ما احنا ماشيين ليس دمرش ايه بيوت اذا ما اضمرنا ايه بيوت نبيهم عادي كواص مصر فيها شبكة من أفضل الشبكات الموجودة اللي عملها كان الملك فمصر دولة كبيرة بس تغيارة بحيث ان اي مطل اطرقها لا ما نفعش كمان انا نحتم المدينة بتاحت شوية برضو ما عايزين نعمل بهم شبكة صار clarification حيث انتظر اترضم انتظار كبيرة شبكة وضع شبكة جميعا شبكة 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 انتظار دوم الو زيت فوجة درنا شبكة سوف نرسل مصورة من هنا ونرسل باية التحربة سوف نرسل مشكلة الماء التي نزلت في مصر من جميع يوم وغرأت الثلاث أولا كمية الماء التي نزلت أقمنا بالماء التي نزلت ٦٠٥ مليون مقعب اجتنا على ٤٥ مليون م мест لقد اجب واحذر ماء نزرع بهم 130 ألف فدان أمح وده بيزيد عن نسبة زيادة سنوار المطلوب في زراعتها أمح في مصر 419 لهم 120 يعني هبقى 130 توفير 6 وعشان آل فرصة التعامل في المجال الزراعي بصلاح أعراضي جديدة سهلك الماء دي أو توفير أقصر من 1% من كمية الماء اللي جاء لنا من أثيوبيا يعني كمية الماء دي على مصر كلها بشكهرة بس ممكن توفر لنا الماء اللي جاء من أثيوبيا وحين أثيوبيا هنتكلم فيها بتفصيل إزاي نحاول نعالج الموضوع دوت وإزاي نقدر نحصل على الماء دا عدنا ووحدش يقدر يلودر عنها يعني الماء دي خير وفيها خير كتير جدا بس إننا نحسن استغلاله ويبقى فيه الشبكات تخاصة بالماء وتتاخده وتتعالج والحاجات دي باللأسف هي بالنسبة للمضن القديمة هو فيه عدم سيانة للحاجات دي جاءت يعني المصارف نفسها اللي مفروض تتاخده الماء دي وتتخرجها برا مسدودة بسبب إن ما فيش حد يتعمل بالماء يسال لكها طول السنة نحن عارفين إن فيه ماء بتقرر عالف لو الموضوع ده حصل فمرة خلاص بنبدأ نشوف فيه حصل سيل أيام عمر بن الخطاب فرح جامع الناس كلها وقال لحنا لازم سيد ده نشوفه حل في مكة فقال لك الماء بتتجمع في جاءة معينة وتنزل طب إحنا هنعمل سد بحيث إنه يجمع الماء دي في ودي بعيد في بعيده عن مكة وفي نفس الوقت نسود منه فكالسفتر جاملة جدا ده يا مامر بن الخطاب هذه الوقت عندنا نرشة حديثة ليه ما نبدأش نحاول نستغل كل قطف مية نحاول نعمل عادة استخدام للماء دي فيه ناس كتير تستخدمها بتتحولها لمية صالحة للشرب ومية مجالي بشكلها مع مية المطر مية المطر سهل جدا معالجتها بس اتباليها شبكة صرف خاص بيها وإحنا مع وجود الموضوع ده في سنغافورة وموجود الموضوع ده في هولندا وفي دول كثيرة جدا نحاول مية الصرف دي بتنوره على معالجات كثيرة تطلع مية صالحة للشرب بعد ما تبيعملوا الانحاس في عدد يعني فيه رجل الدكتور بتاع الحاسج جامع هنا في مصر فقال له من عايز مية كده عسيس هيورهم حاجة في تنظيف السجاد وحاجة زي كده فقال له مية معدنية قال له برضو دي غازو على الشرب الأدمي فاحنا محتاجين للكمكو ناس بتراجع وتشرف وتأكد ان مية دي صالح على الشرب ولا عم فده دي اروح ناس بش موضوع سهل ولا وسيل يعني المفروض ان احنا نهتم بيه المفروض كل صرف الصح دي تبقى فيه امكانية ان انا اخد المية دي استفاد منها حتى ما كنا نعملها معالجة واسئ بيها الزرع اللي موجود في الطرق لازم فيه سيانة لكل مسارات بتاعت المية ديت اول ما تجي مطرة هنعمل ايه حتى ما نصل هناك ليش حاسما الوزير ينزل ينظف وتصور ويقول لها لا انا عايزك تاني يوم توجد كرارات تعمل الابتماع كيف يتأكد ان هذا المضاد لا يحصل والعقلية المصرية فيها ميزة بيش موجودة في باية العقلية لان هو بيرضى بالقليل لو انت قلت ان عندي خطة وكل سنة هغير منطقة معينة وعمل لها شبكة بتاعتها وعمل طوره معينة او ممكن كل مرة اخد شارعين في كل منطقة شارعين في ديت مصر وشارعين في مصر جديدة وابدا اشوف ايه الاماكن اللي اتضررت ومزبطها تماما لما احس ان كل سنة في شارع واحد بيتحسن هيباراتي الدكتور عدوالي بنصير كان الناس عند ضيوف خلصوا ومروحين فهو بيوصلهم فارجب العربية وطارك الواقف فكل شوية طاريت حرك ثانية فمرة مرة مش مش وور العربية مستاني شوية بتكلم ولما دبش يسافة يروح طارع فلاسو قال له وورا عماليال بي 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 فقال له يام ما توقف مصدارك الواقف فالشعب المصري عايز يحس انه بتحرب عايز يحس ان فيه امل عايز يحس ان فيه حاجة بكرة فده اللي احنا عايزين هو ان احنا يبقى فيه امل لبكرة فيه حلول لمشكلة الامطار دي انها السنة الجاية هتبقى اقل بش السنة الجاية هنخش لفس المشكلة يعني لو مرة حصلت اه خلاص ماشي دي ما كناش نعرف بس احنا عارفين ان في مطرة بيجي كل سنة والمطرة بيجانبه فايه الحلول اللي موجودة لازم يكون فيه حلول لازم منعوش بان دي بصور ما هو بيحصله في دولة بس اه بيحصل بس المشكلة في كيفية المعالجة يعني تاني يوم بيتحاسب المسؤولين انت بش المرة سنة اللي فاتت اتقلت بش هتحصل حصلت المرة دي انا سيبيني المثال المطار بتاع مصر مصر دي بلدي يعني انا مش بكلم بهاجم انا بكلم انا عايزين ننوجه الطرق والمجودة حلول ان موضوع ده ما تقراش عشان سوريتنا بره المطار بتاع مصر حصل فيه مطر بشكل ضيق طيب ما حصل المطار ده من سنتين في المطار بتاع قطر وحصل المرض وحصل في السعودية وكل الدول بيحصل فيها بس اللي حصل فيهم كلهم ان انا شفته او لان انا كنت شغال المطار ده اول مرة اول مرة يعني اتعرض المطار با كانش قبل كده مبني فحصل تسريب بسبب عدم التفنيشة الشركة راح اتتعالوا وتحاسبوا ومشاكل وتحطت في البلاكليست ولازم المطار ده ما تكررش واسه سوى الموضوع والمدير ممنوع من السفر وكل الكلام الجميل اللي امتى من احنا من هو يبقى منطبق مصر وفي مكانين في الفترة دي برضو حصل فيهم المطار في الهيرتون وشيرتون لانهم كانوا يبقى منهم جديد ده اول مرة يتعرضوا للمطار تمام؟ فاتقات المسئول ومن المسئول ومنع المسئول في السعودية يعني من افضل الشركات اللي موجودة في المجال اللي لا يستشعر ومحادي شدر يا جميعا ده زور فايز حصل المشكلة ده مؤسس المكتب حبسوك هذه السنة في قضية سيول جده احنا لازم نعرف انت غلطانا ولا بشغطان تعالى سجن والرافعة بتاعت الحرم تعالى هات لنا بقرة ميلادن لأكبر واحد في الشركة وانا كنت شغلت في شركة قبل كده وكانت الامارات يجيب شهر وحصل حريقة في مول احنا معهم السفر ده تبقى موجود لحد ما خلص صحيه ونتأكد ان المشكلة في التصميم نفسه وانا انت عملت تصميم مدقود بس لما هم يقوم يعالجوا الموضوع معرفش يحبوها الموضوع بفوش يصار الموضوع ده ارواح ناس حشان كده اي حد بيصمم بيقعد يفكر قويس ويتأكد ان هو عارف ان هو تحت المسئولية ان هو اي حاجة تحصل هتوقف لو بنيت وفرت في الخامات وغشيت ويقع هتحاسق برضو بتاع شبكة الصرف اعم انت عايز نعمل شبكة الصرف ده هتشارت المتخصصة للبطولة واحنا عندنا بنية تحتية مصر روعة اللي تعملت زمان روعة واللي اتعملت من قام المماليك واللي اتعملت الشرع المعز الدول الفاطمية جميلة جدا حتى الان المطر بتعمش زي الفل احنا عايزين نعمل حاجة زي كده لاننا حاول نقلد الناس التطميم نحنا نعمل حاجة تورئيسة مش بقولك احنا عايزين نعمل زي امريكا وعايزين نعمل زي ما احنا كلنا بنعمل تماما بس عايزين ضمير شوية في الحاجة التعامل كويسة ويبقى فيه شرافة وفي الشرشاوي ومفجحة في الوسط بحيث ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني نقدر نعمل حاجة قوية يفتخذوا بينا أبناءنا من عاش نوع دول ما بيحصل فرنسا ما بيحصل تتالي بيحصل بس تاني يوم بيحصل ايه تاني يوم ناس بتسجن وكل واحد بيخاف ونجيب حد نقوله هتعملها بس اي حاجة مشكلة متحصل عليك هو اي رشوة تكتشف قضية الرشوة حاضرة جدا انا اكلم فيه في موضوع تاني ممكن واحد عمل انجلزات رهيبة جدا بس اكتشفه ان هو بعيد ان ولاده في مناصر البيدارية عشان هم ولاده بش عشان هم كويسين يشال عذور ما فيهاش زار فيه حد اللي سوء مثلا يعني اللي حتاج حاجة مخلفة للقانون خلاص كان بطل وهو كان بحث العلمي وكان مسروق في المانيا ومنزلينه كتب التاريخ اللي بدارت الطلبة دي شخصية مهزة محدش يتعادل معاها ده شخصية خلاص بقى شخصية شريرة في التاريخ عندما احنا عندنا جماعة بناصر ينهازم وبعدها بيومين يعود يرقص في مجلس الشعب ومصور الرأس لان هو لما تنحك لأ لازم يتحاسب ولازم دي على حتى لو انت احسن شخصية في التاريخ بطي تتحاسب زي ما رسوع سمام قال لهم اللي عنده اي حاجة يجي يحسن عليها ما انضربته يجي يضربني ده من الناس كلها وعمهم الخطاب هو فيه محاسبة ساعتها تضمن ان ايش حبي يرتكب مخلفات ونبدأ بقى نبدأ بقى نبدأ نشوف احنا الناس دول حد فيهم متضايق والكهرباء هنا عادينا نوصلها مجرد ان انت توصل من المنطقة دي اي واحدة فيه اللي هنا وصل للكهرباء إنتبه اتتجدت لكهرباء قريبا اننا نفعل لنوم يفتحوا فيها طبعا